بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أبنائي وبناتي، طلاب الصف الثالث متوسط ودرس جديد بإذن الله تعالى لهذا اليوم ومادة لغة الخالدة ومعكم معلم صالح العنزي نتعرف اليوم بإذن الله تعالى على وحدة جديدة مدخل الوحدة الرابعة ونص المدخل فضل التجارة قبل أن نبدأ، ما هي الوحدة السابقة التي درسناها وتعرفنا عليها اكتسبنا قيماً واتجاهات متصلة بمجال الوحدة ماذا كانت تتكلم عنه؟ أحسنتم، الوحدة الثالثة كانت أمن وازدهار انتهينا من هذه الوحدة اكتسبنا العديد من القيم والاتجاهات وتعرفنا على العديد من القواعد الإنلائية والنحوية وكذلك في الكتابة في مجال الأمن والازدهار اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى الوحدة الرابعة قضايا العمل إذن اليوم سنتعرف على وحدة جديدة بعنوان قضايا العمل فما هي قضايا العمل؟ ما هي الأفكار التي تواردت إلى أذهانكم عندما قلت قضايا العمل؟ أحسنتم العديد من الأفكار التي بإذن الله تعالى سنتعرف على العمل وما هي أهمية العمل؟ وما هي قضايا العمل؟ وسنحقق العديد من الأهداف ونتعرف على العديد من القواعد الآن نبدأ بالتعرف على أو نقرأ الأهداف نتعرف على الأهداف كذلك نتعرف على الدروس التي سندرسها بإذن الله تعالى في هذه الوحدة أتوقع بمشيئة الله تعالى بعد دراسة هذه الوحدة أن أكون قادرا على اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال قضايا العمل اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل الشفهي والكتاب حول مجال قضايا العمل فهم نصوص الوحدة المقرؤة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها تقديم حلول جديدة غير واردة في النص المسموع لمشكلة أو قضية ما إذن هنا نكتسب اتجاهات وقيم سابقاً اكتسبنا اتجاهات وقيم متصلة بمجال الأمن والازدهار والآن بإذن الله تعالى ستكون بمجال قضايا العمل كذلك نكتسب العديد من المفردات ونكتسب العديد من الكلمات معانيها مفردات رصيد معرفي كامل ولغوي لكي أستطيع أن أتواصل مع الغير تواصل شفهياً وكتابياً في مجال قضايا العمل نتعرف بإذن الله تعالى من استراتيجيات زيادة الفهم والتركيز التلخيص رسم بعض الكلمات المفصولة خطاً رسماً صحيحاً درسنا الموصولة والآن سندرس المفصولة رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعته رسماً صحيحاً تعرف اسمي الزمان والمكان وتمييزهما واستخدامهما درسنا اسم الفاعل اسم صياغ المبالغة في الوحدة الماضية والآن سنتعرف على اسمي الزمان والمكان تعرف اسلوب الاستثناء وتمييزه واستخدامه تعرفنا على الاستثناء كوظيفة نحوية نتعرف عليه في هذه الوحدة بإذن الله تعالى كأسلوب لغوي تعرف الصفة النعت وتمييزها واستخدامها إذن سنتعرف على الصفة النعت في الوظيفة النحوية توظيف استراتيجية بحث وتقنية دمج النصوص المقتبسة والاستشهادات في النص المكتوب في التواصل الكتابي كتابة مقال في التواصل الشفهي إبداء وجهة النظر وتحليل الأحداث والوقائع والتعليق عليها والمطلوب استظهار المطلوب استظهار 15 بيتاً شعرياً إذن بعد أن ندرس القصيدة نحفظ 15 بيتاً ما هي النصوص الوحدة التي سنتعرف عليها أو التي سندرسها نص المدخل سندرسه في هذا الدرس بإذن الله تعالى فضل التجارة نص الاستماع ثلاث سنوات دون عمل الفهم القرائي مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسكن الخيرية نصوص في استراتيجية القراءة أو نص استراتيجية القراءة دعوة الإسلام إلى العمل التحليل الأدبي عاطل متواكل النص الإثرائي التخصات المهنية والتقنية المطلوب أن أحقق هذا الإنجاز لأن أقوم بجمع مقالات تتناول قضايا العمل من مصادر المعلومات المختلفة إذن الإنجاز جمع مقالات تتناول قضايا العمل من مصادر المعلومات المختلفة كتب، مجلات، صحف، برامج حاسوبية، الشبكة العنكبوتية الدروس اللغوية نركز عليها الرسم الإملائي قلنا رسم بعض الكلمات المقصولة خطا الرسم الكتابي رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة الصنف اللغوي اسماء الزمان والمكان الأسلوب اللغوي مر علينا سابقا كوظيفة نحوية الاستثناء الوظيفة النحوية الصفة النعت الكتابي، كتابة مقال والشفهي إبداء وجهة النظر وتحليل الأحداث والوقائع والتعليق عليها والآن نبدأ مدخل الوحدة نص المدخل سنتعرف على أحد هذين النصين فضل التجارة والنص الآخر نتعرف عليه بذن الله تعالى بالحصة القادمة نص الاستماء فضل التجارة نقرأ العنوان مباشرة يتوارد إلى الذهن ما هو فضل التجارة نبدأ أولا أقرأ النص الآتي قراءة معبرة نركز في النص نقرأ النص المفردات الغامضة نضع تحتها خط كذلك نحلل النص نحاول فهم هذا النص بعد ذلك نقوم بالإجابة عن المطلوب علم المسلمون أن خيرة الله تعالى من خلقه وصفيه من عباده والمؤتمن على وحيه من أهل بيت التجارة وهي معولهم وهي معونهم وعليها معتمدهم وهي صناعة سلفهم وسيرة خلفهم أن المسلمون علموا أن خيرة الله تعالى من خلقه من هو خيرة الله من خلقه أحسنتم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفيه من عباده هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى والمؤتمن على وحيه أتمنه الله سبحانه وتعالى على الوحي كان أحسنتم من بيت أهل التجارة إذن هنا يتكلم عن فضل التجارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله والذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأتمنه على وحيه كان من أهل بيت التجارة وكانوا يعتمدون عليها وهي صناعة سلفهم وسيرة خلفهم أي السلف وما بعدهم الخلف جميعهم كانوا أو كانوا تجارا فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت التجارة ولقد بلغتك بسالتهم ووصفت لك جلادتهم ونعتت لك أحلامهم وتقرر لك سخاؤهم وضيفتهم وبدلهم ومواساتهم وبالتجارة كانوا يعرفون هنا يتكلم عن قبيلة قريش بلغتك بسالتهم أي كانوا شجعانا وصفت لك جلادتهم قوتهم ونعتت لك أحلامهم وتقرر لك سخاؤهم هنا يعدد صفات هذه القبيلة في أنهم كانوا كرماء أسخياء كانوا يكرمون الضيف وبدلهم ومواساتهم وبالتجارة كانوا يعرفون إذن هذه القبيلة عرفت بالتجارة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل أو كان من أهل بيت التجارة وليس قولهم قرشي لقولهم هاشمي وزهري وتيمي لأنه لم يكن له أب يسمى قريشا فينتسبون إليه ولكنه اسم اشتق لهم من التجارة والتقريش فهو أفخم أسمائهم وأشرف أنسابهم وهو الاسم الذي نوه الله تعالى به في كتابه وخصهم به في محكم وحيه وتنزيله فجعله قرآنا عربيا يثلى في المسجد ويكتب في المصاحفه ويجهر به في الفرائد إذن هنا لماذا سميت قبيلة قريش بهذا الاسم وليس قولهم قرشي لأنه لم يكن له أب يسمى قريشا إذن هم لا ينتسبون إلى هنا النسب أو سميت قريش بهذا الاسم ليس لأن أباهم اسمه قريش أو أنهم ينتسبون إلى أباهم واسمه قريش ولكنه هذا الاسم اشتق من التجارة والتقريش إذن أطلق هذا اللقب على قبيلة قريش لأنهم كانوا تجارا وهو أبهم أسمائهم والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم فوجد هذا الاسم في محكم وحي الله سبحانه وتعالى أو في القرآن الكريم فجعله قرآن العربيا يثلىه في المسجد ويكتب في المصاحف ويجهر به في الفرائد إذن ما سبب تسمية قريش بهذا الاسم مأخوذ من أحسنتم من التجارة والتقريش وهو أفخم أسمائهم وأشرف أنسابهم ولهم سوق عكاد وفيه يقول أبو ذؤيب إذا ضربوا القباب على عكاد وقام البيع واجتمع الألوف وقد غبر النبي صلى الله عليه وسلم برهة من دهره تاجرا وشخص فيه مسافرا وباع واشترى حاضرا والله أعلم حيث يجعل رسالته ولم يقسم الله مذهبا رضيا ولا خلقا زكيا ولا عملا مرضيا إلا وحبه منه أوفر الحبود وقسمه فيه أجزل الأقسام إذن هنا يتكلم عن سوق عكاد ولهم سوق عكاد قبيلة قريش كانوا يبيعون ويشترون في هذا السوق إذن هنا النفس كامل يدل على أهمية التجارة وعلى فضل التجارة والنبي صلى الله عليه وسلم غبر برهة من دهره تاجرا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا برهة من الدهر أو برهة من الزمن وسافر وباع واشتر إذن هذا يدل على أهمية التجارة بعد ذلك يصف صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلقا زكيا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملا مرضيا إلا وحبه منه أوفر الحبود إذن هنا يتكلم عن صفاته صلى الله عليه وسلم ولشهرة أمره في البيع والشراء قال المشركون بسم الله الرحمن الرحيم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فأوحى الله إليه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فأخبر أن الأنبياء قبله كانت لهم صناعات وتجارات إذن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبل النبي كانت لهم صناعات وتجارات إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق هذا النص من كتاب الجاحض وهو أبو عثمان أمرو بن بحر الكناني كان من كبار أئمة الأدباء في العصر العباسي وله كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان والبخلاء إذن هنا النص كامل يتكلم عن فضل التجارة وأهمية التجارة والآن نبدأ بالرسم الكتابي أعيد كتابة ما يأتي محاكيا رسمه فأخبر أن الأنبياء قبله كانت لهم صناعات وتجارات نلاحظ هنا كيف كتبت هذه الجملة أحسنتم إذن كتبت بخط الرقعة تدربنا عليه طوال السنوات الماضية في هذا العام له قواعد معينة يجب علينا أن نلتزم بهذه القواعد أثناء كتابة هذه الجملة إذن نقوم بكتابة الجملة كتابة صحيحة مع الالتزام بقواعد خط الرقعة بأن كل حروفها ترتكز على السطر مع دا جين ها ها ميم عين غين والهاء الوسطية تنزل عن السطر كما تعرفنا سابقا كل الخطوط الرأسية متوازية الأجزاء الأفقية للحروف مائلة للأسفل المسافات بين الكلمات متساوية إذن معنا الآن دقيقة لكتابة أو لمحاكاة كتابة هذه الجملة مع الالتزام بقواعد الخط شكرا إذن نقوم بكتابتها كتابة صحيحة ولا ننسى الانتزام بقواعد خط الرقعة ننتقل إلى الفقرة رقم ثلاثة مما جاء في مقال الجاحظ في معرض وصفه القراشيين ووصفت لك جلدتهم ونعتت لك أحلامهم أشتركهم مع من بجواري لسرد بعض الصفات وأصنفها في الجدول وأصنفها في الجدول الآتي هناك صفات تدل على الجلادة ما هي الصفات التي تدل على الجلادة وما هي الصفات التي تنعت بها العقول معنى الجلادة أحسنتم من الصفات الصبر معنى الجلادة القوة من الصفات أحسنتم الصبر القوة التحمل الشدة من الصفات التي تدل على الجلادة إذن وصف القراشيين بالجلادة هنا بعض الصفات التي تدل على ذلك هناك صفات تنعت بها العقول مثل أحسنتم مثلا أقول النباها الحفظ الذكاء إذن هذه بعض الصفات التي تنعت بها أو توصف بها العقول أربعة أصنف الكلمات الآتية وفق الجدول المعطى المسجد سوق أكاب برهة الأسواق هنا أربع كلمات كلمة تدل على الزمان وبقية الكلمات تدل على المكان ما هي الكلمة التي تدل على الزمان أحسنتم كلمة برهة يعني أحسنتم يعني وقت قصير هنا كلمات دلت على المكان أحسنتم المسجد يدل على مكان سوق أكاب والأسواق باء أحدد الكلمة التي صيغت من المصدر الأصلي للفعل ما هي الكلمة التي أخذت أو اشتقت من الفعل ما هي الكلمة التي اشتقت من الفعل أحسنتم كلمة كلمة المسجد اشتقت من الفعل الماضي أحسنتم إذن أخذت من الفعل الماضي أو اشتقت من الفعل الماضي سجد ثانياً أعبر عن مضمون العبارة الآتية باستخدام اسلوب الاستثناء وهو أي قريش الاسم الذي نوه الله تعالى به في كتابه وخصهم به في محكم وحيه وتنزيله فجعله قرآن عربي يتلى في المسجد ويكتب في المصاحف ويجهر به في الفرائد هنا أعبر عن هذه العبارة بأسلوب استثناء درسنا سابقاً أسلوب الاستثناء أحسنتم أقول ما خص الله بالذكر قبيلة في القرآن الكريم إلا قبيلة قريش ما خص الله بالذكر قبيلة في القرآن الكريم إلا قبيلة قريش نلاحظ هنا إلا أداة الاستثناء ما خص الله بالذكر قبيلة في القرآن الكريم غير قريش إذن نلاحظ هنا غيرنا أداة الاستثناء وسنتعرض بإذن الله تعالى في هذه الوحدة على الاستثناء أتأمل رسم الساخرة الآتي وأنفذ المطلوب نلاحظ هذا الرسم وأصف ما أشاهده في الرسم السابق أو أصف ما أشاهده في هذا الرسم نلاحظ الرسم هنا الساخر يتكلم عن ماذا أحسنتم نلاحظ هنا عمالة سائبة والاقتصاد الوطني ماذا يفعلون هنا بالاقتصاد الوطني أحسنتم إذن العمالة السائبة سبب في تدمير الاقتصاد الوطني إذن هنا العمالة المخالفة تنهش اقتصاد البلدي وتضعفه فعلينا الحذر منهم أبدي وجهتنا طريق شفاهيا حول ما يحويه الرسم من مضمون أحسنتم مثلا أقول الصورة معبرة عن واقع حقيقي يجب التعامل مع هذا الموضوع العمالة السائبة بحزم من الجميع رابعا أستشير من بجواري لاختيار الرقم المناسب للقصصات الآتية أو لاحظ القصصات الموجودة أمامي هنا إعلان مقال قصة خبر نبحث أين الإعلان أين المقال القصة والخبر نركز هنا أحسنتم إذن هنا في زوايا الصحف ما يسمى بي أحسنتم بالمقال وسنتعرف عليه بإذن الله ونكتب مقال في الرسم أو أفهم في تخطيط كتابة الموضوع نلاحظ القصص الأخرى اليوم آخر موعد لوضائف الأمن والسلامة ماذا يسمى أحسنتم إذن يسمى خبر نلاحظ هنا مطلوب مندوبي مبلعات ماذا يسمى أو ماذا تسمى هذه القصاصة أحسنتم إذن هنا هذه القصاصة تسمى إعلان إذن نختار نضع هنا رقم اثنان أو رقم اثنين أربعة واحد أختار المكان المناسب لعمل هؤلاء وأحدد أيهم يحتاج إليه الوطن نختار هنا نلاحظ الصور ونلاحظ الصور المقابلة رقم واحد أبحث عنه صورة مناسبة له بعد ذلك أحدد أيهم يحتاج إليه الوطن إذن الصورة الأولى أحسنتم نلاحظ هنا مهندس في المصانع الصورة الثانية أحسنتم ممرضة في المستشفيات الصورة الثالثة نلاحظ أحسنتم إذن هنا مصنع أيهم يحتاج إليه الوطن أحسنتم الوطن يحتاج إلى الجميع إذن الوطن يحتاج إلى جميع الأعمال المفيدة المطلوب منكم أبنائي وبناتي أن تقوموا بهذه المهمات وتأدية المشروع التعاون مع مجموعة لتنفيذ لتنفيذ مهمات المشروع الآتية المهمة الأولى اختيار أحد الموضوعات الآتية واحد حرف الأنبياء ومهنهم اثنين شروط النجاح الوظيفي ثلاثة تأهيل الشباب لسوق العمل أربعة مجالات العمل الحر خمسة القيود الاجتماعية حول عمل الشباب نختار أحد هذه المواضيع الخمسة بعد ذلك ماذا نفعل المهمة الثانية أحدد المصدر الذي سأأخذ منها المعلومات المهمة الثالثة أجمع المعلومات حول الموضوع الذي تم اختياره بعد ذلك أعيد صياغة المعلومات وتنسيقها إعادة صياغة المعلومات وتنسيقها المهمة الخامسة كتابة الموضوع في شكله النهائي ثم مراجعته في أحد المواضيع الخمسة السابقة سابعا أبحث عن مقالة تناول الجانب من موضوع العمل والعمال ثم أنسخ منها فقرة أو فقرتين العمل هو أساس استقرار الإنسان وأساس الإعمار والتقدم وهو وقود النجاح ولذلك حتى عليه ديننا فالعمل عبادة ونشاط وهو دأب الأنبياء عليهم السلام وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر في إتقانه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه انتهينا وسنتعرف على بقية الوحدة بالله تعالى في الدروس القادمة إلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر